اشتركوا في القناة لأنه وصلت ما شاء الله إلى خارج دولة الكويت أكيد يسعدنا أن يكون نموذج رائع عن هذا الجانب من خلال لقاءنا القادم مع ضيفتنا الشيف ريمة عظيمي هي الشيف التنفيذي لمطعم أم غسان الرحب فيه كيف نقولك صباح الخير صباح النور شرفني أنا للإستضافة عندكم اليوم شرف لنا شيف ونحن يسعدنا في وجود معنا شكرا أم غسان والأكل الطيب صحيح هذا هو الشعار الموجود اليوم على الكيس في جانبك بكيس المطعم والشعار المميز لهذا المطعم الجميل وشكرا أول شيء في بداية على هذه الأطباق الحلوة شكرا إن شاء الله يكون عند حصن الظن ويعجبكم إن شاء الله وحنا حرصنا اليوم أن نعرض أول شيء الأكل قبل أن نتكلم لأن الأكل هو بروح يتكلم ولكن أنا أكيد بنعرف من الشيف ريمة اليوم بعض المعلومات الجميلة عن هذا المطعم وشلون كانت بدايتها وتجربتهم بالكويت فعندت المقدمة تفضل والله نحن المطعم حقيقة من بدايته حرصنا على شيء أساسي يعني اللي بنأكله بالبيت بدنا نقدمه على الطاولة للعالم يعني بالذات الشعب الكويتي شعب زويء بالأكل فما فيك تجي تحط أي شيء على الطاولة وأنا حبيت رفلكت الأصالة بالطعم على الطاولة يعني الحمد لله بالكويت ملياني المطاعم اللبنانية وكله مطرح ما بتروح بتلاقيه طيب بس نحن حاولنا نتميز بيتطعمي الأصيلي أكتر عشان صار في بعض المطاعم حتى لما تسافر برا لكويت بتلاقي المطعم اللبناني فيه كتير اختلاف عن الحقيقة ما بتاكل الشي الحقيقة فحرصنا يكون من المواد الأولية المرتبة نحن نشتغل طازة بالهذا يمكن زبون مرات بيتأخر نتفي بالنطرة بس آخر شي بيأكل شي مرتب أكيد طبعا أكيد شف ريما يعني خلنا نتكلم عن الاسم دائما الاسم هو العنصر الجذاب لأي شخص ممكن يطلب من المطعم فأنا بنعرف منه شو منه أم غسان والله أم غسان اتهب أنه تكون الوالدة أم غسان حبينا يعني نخلت ذكرها وكمان كانت هي أكلة كتير طيب يعني أنا وصغيري كان دائما تقعدني على الكاونتر بالمطبخ وبتذكر كيف كانت تطبخ وكتير هذه الشغلات أثرت في زيادة غير أنه أنا يعني واحد فات بالعلم بالكولينيري وبهذه السويلة في كلها فهي إلا الأثر الأكبر أنه نكون لئمتنا طيبة سبحان الله دائما الأطباق الجميلة تورث مثل ما يورث أي شيء آخر صحيح فلذلك الإنسان الذي تعلم طبخة من والدينا مثلا تبقى أطباق أو نقدر نقول المكونات لهذه الطبخة ثابتة وريحة هذه الطبخة أيضا ذكرها بالماضي مزبوط فما بالكم لو كانت هذه الأطباق من مستوحى أكيد من الأطباق اللبنانية الأصيلة فمطعم غسان اليوم حرص على إنتاج مثل هذه الأطباق والأصالة في الطبق بدون أي إضافات مثل ما نشوفها في بعض المطاعم للأسف أحيانا تدخلين اسم الطبق تعرفينه فمتوقعين أنه توصل لطبق معين فستفاجئين بالإضافات الموجودة على الطبق لتخرب الطعم لا نحن بأم غسان حاولنا يعني نحافظ على الأصالة بالطعمة يعني مثل ما كانت ستي تعمل مثل ما كانت أمي تعمل حاولنا نحافظ عليها بالشكل الصحيح نعم هل يمكن البرزنتيشن عملنا حتى تلاقي الصحون مختلفة مثل أيام زمان صحنا بينكسير بحطوا بدلوا بحطوا هيدا صحيح نحن نشوف على الشاشة يعني نوع من الأطباق من مطعم أم غسان نعم وسمعنا بعض المعلومات الجميلة أيضا عن المنافسة اليوم عندنا وائد مطاعم اليوم لبنانية في الكويت صحيح فاليوم نقول أم غسان مو بس أنه يميز أكيد الأصالة في الطعم أكيد هناك ميزات أخرى اليوم إذا واحد راح وجرب هذه الأطباق شون أبرز هذه الميزات اللي في بالتش والله نحن بنحاول جهدنا أنه الأساس المواد المستخدمة المواد الغذائية المستخدمة تكون من أجود الأنواع إذا الواحد ما بيستخدمه ما بيطلع الأكل طيب صحيح الشيء الثاني دغري بنحضره طازة يعني نحن مثلا ما بنعمل بلق أكله كل يوم مثلا بدنا نسخن حتى سيخ الشوار معنا مثلا بنحط ثلاث كيلو خلص بنركب واحد تاني ما بنحطه في تاني يوم بنسخن وهي أبدا ما في عنا هذا الشيء يعني مو بس ترويئات لا معنا نحن منيوم مرتب وبسيط وحلو بنتميز بصندوشاتنا كمان يا سلام وترى دانا الحل الموضوع أن نشوف ريمة أيها بنفسها ترى تروح تيب الخضراء صح؟ نحن أول ما بلشت اعتمدت دليل الحرص أول ما بلشت اعتمدت على سبلاير بس ما عجبنيش اللي عم بيجيبه قلت يا عمي ليش ما أنا بروح فصرت أنا بروح بنائي ولهلأ يعني إذا أنا ما بروح في عنا المدير عنا بيروح هو بيحرس يعني ما بيبعث الموظف بيروح المدير الشخص هل في شغلات شوف ريمة يعني قادة تيبينها من لبنان شغلات خاصة نحن نجيب زيت الزيتون بنجيبه من لبنان يعني إذا الزيت زيتون مش المفروض يكون على عصرة باردها بيأثر على الطعم فكتير مهم هذه الشغلات نحن نحن نعمل خبز الصاج عندنا بالمطعم ما منشتري خبز من بره كل أكلنا بنعمله بخبز الصاج نعم يمكن وائد ناس حين قد يتابعونا ما ترأيقنا الحين يمكن نعم وودهم جمعون الأكل نحن نخاف أكله نحن نخاف أكله نحن كلنا نشافة الأكل يناس ما تأكل أكل لصور لا سم بسم الله وكل بالمطعم المناس اللي ما تحب تروح مشاور بالزحمة أو تروح أمو ساكن في مناطق بعيدة نعم اكيد خدمة التوصيل اليوم هي الحل الأمثل نحن إننا بنوصل لكل المناطق ليتوا مفرور خير يعني الحمد لله أريد أن أتكلم عن منافسة دوبقائي التوصيل اليوم نعم و الأخدمات اللوجستية التي تقدمونها متى شركة تعقون اليوم بشركات معروفة في يعقل من نصف ساعة هلced لكم إشتراكات في تطبيقات مثل هador نحن نشتركين مع طلبات ودليبرو بس هن هذه الشركات مثل ما بتعرف عنده الماب معينة على حسب اللوكيشن طبع المطعم بتوصل فنحن بيوند هيدا الماب عنا شركة توصيل بتوصل لكل مناطق اللي كويت حلو نحن تكلمنا على التوصيل لكن ما عرفنا وين مكان المطعم نحن بالضبط خلف الأفينيوز في شركات فورنيشر هونيكي نحن شي متين متر لقدام عيدك اليمين والجميل هو الدكور في المطعم أيضا هذه بعض المشاهد من داخل المطعم وهذا في بيت شعر صح تبوشفي ولا مقولة هذا الشعار تبعنا اللوغو مغسان والأكل الطيب نعم صحي لكن هذه الكفتة تبعيتنا كتير طيبة الكفتة عنا وعننا شاورمة السجوء كتير مرتب وطيب يعني ريوغو غدا وعشا نعم نعم خلوضح للناس سين السجوء يعني بعض الناس ما تدري شنا السجوء هو لحمة مفرومة إلى بهارات معينة هن المشهورين فيها أهل الأرمن مشهورين فيها ونحن عملناها شوارمة مثل بلبنان فنحن بنحاول جهدنا أنه كل الأطباق اللي بنقدمها بتكون قريبة على الطعمي بلبنان طعفة صعبة جيبية 100% بس أنا بفضل ربنا بقدر إليك لتسعين خمسة وتسعين ممية جيب الطعمي مش مني نعم كل الزباقين اللي بيجيوا بيأكلوا بيقولوا ذكرتينها بلبنان أكيد طبعا والماسبة ترى يعني اليوم ترى الكويت واللبنان يعني علاقات وثيقة وتاريخية قديمة من زمان وأهل الكويت يحبون يصيفون دائما في لبنان لقرب المسافة ولطافة الشعب وعمق العلاقات دائما فلذلك المطبخ اللبناني أساسا موجود في كل بيت في الكويت صحيح فإحنا خبراء في التمييز في الطعام يعني ما شاء الله الشعب الكويتي ذواق حتى المقيمين على أرض هذا البلد الحلو كمان ذواقين يعني ما شاء الله في مطاعم من جميع أنحاء العالم يعني في أكلات تجي بتاكلها مش خاطرة بيلك بلد بره ما بتلاقي هيك مطاعم فبدك تكون حريص جدا لما تجي بدك تفتح مطعم وتحط صحن على الطاولة تكون متأكد أنه يطلع على الستاندرد تبع الشعب الكويتي صحيح شافريما ما فكرتوا أنكم تتوسعون وتبطلون أفرح يديدة لمطعم أم غسان إن شاء الله عنا نحنا فكر لقدم فبنحب يكون سوربريز إن شاء الله للتوفيق لكم إن شاء الله نعم وهذه بعض المشاهد الأخيرة اللي ودنا نشوفنا على بعض الأطباق هذه الشاورمة نحنا لحمتنا طازة والجيش تبعنا من إحدى الشركات بيلكويت اللي بتورد طازة نعم لا شك على مثل هذه الأطباق الواحد يعني لو يكلها كل يوم ما يملها نقدر نقول بعدين لك الخبزة هذه فتت الشاورمة نعم عندنا الخبزة رئيئة كتير هلأ بتشوفوها وخفيفة وهذا أهم شيء لأننا حين ترى معظم الناس يوم تحرص على الأكل أنه ما يكون في دسم ما يكونها يتفخ البطن يقولونها أنا إذا بسمح لي الوقت أقول موقف صار إجا مرة عندنا زبون وطلب صندويشة شاورمة فقال لي الله يخليك يعطيني وايبس قلت له لا شو الوايبس لا شو الوايبس قلنا الحين أنا بيكل شاورمة وبيدي شرشر على حالي قلت له معوضيني قلت له لا لا هذا ما فيش عنا خايف من الزيت وخايف من الهدى يعني الحمد لله نحن ليس دسمة صحية خبزتنا مرتبة ولقمتنا طيبة أكيد طبعا وهذا هو الشعار أم غسان والأكل الطيب وأنا متأكد أي شخص رح يجال لمطعم غسان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بنكون دائما عند حسن الظن ونظلنا محافظين على هالمستوى إن شاء الله إن شاء الله شايف ريمة قبل لا نختم معاك أنا بيت توجهين رسالة شكر هنقول للدعمين لك والدعمين اللي كانوا وراء نجاح مطعم أم غسان صحيح أنا أول شيء بأمي الله يرحمها هي اللي أسست مثلا بس بالمطعم طبعا عندي سيدي بحب وجه لكل الشكر كل التأدير وكل المحبة هي وعائلتها الصغيرة وعائلتها الكبيرة وبالذات الست والدتها هن الحقيقة وراي وهن اللي بيدفشوني وهن كمان أغلب الأحيان بيوجهوني هي هاي دي الست هي اللي بتوجهني أكتر من أخت أكتر من يعني حقيقة أنا هاي بتشكرها بقدرها كل عمري هي والست والدتها وأهلها كلهم بتشكرهم عن جد وراء كل نجاح يعني هناك دعم هني بيقول وراء كل رجل عظيم امرأة أنا وراء كل امرأة عظيمة امرأة أكيد دائما ندعم المرأة أكيد صحيح العافية شكرا 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 وأنا كمان شكرا لإستضافتي شكر خاص على هذا الإهداء الجميل إن شاء الله لا أبدا أنا بريتكون تشرفونا كل يتكون على المطعم المطعم البسيط وهذه دعوة لكل مشاهدين ومتابعين تلفزيون دولة الكويت أهلا وسهلا ريمة في خصم يقول لك المخرج لا ما في خصم بتصدي أبحبش الخصم لا الأكل الطيب ترى عادي حتى لو كان غالي يندفع له لأن أكلهم طيب شكرا 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 لإستضافتي شكرا 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 كل شكر لإضافتنا ريمة عظيمة الشف التنفيذي لمطعم أم غسان ونحن نأخذ هذا عبد الرحمن الكثير لكم إن شاء الله نواف صار له يعني حين خمس دقائق بس ماسك الفلافل يبقى أكله ناطق مخرج نقوله بسرعة بسرعة عموما كانت خوش فقرة والآن صار وقت الغد ومريوك لأن ما شاء الله الشكل الأصناف جوعتنا ولو نحن متريقين بس أساكم على القوة خوش اللقاء وشكرا لكرم متابعتكم ومشاهدين شوفكم إن شاء الله لأسبوع القادم أتمنى لكم إجازة سعيدة وأنا باقي الطعمية أو الفلافل أو لهسبة ثالث كلنا نأكل معك بالعافية مشاهدين أتمنى تكونوا سمتعتكم في هذه الحلقة من برنامج صباح الخيري كويت وإنتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله مع هذه الأطباق الجميلة نختم معكم برنامج صباح الخيري كويت وإنتمنى لكم تجربة يعني مذاق جديد من الأطباق اللي شفتوها قبل شوية معنا في الهواء شكرا عبد الرحمن ونواف على الحلقة هذه كانت حلقتنا لليوم إن شاء الله نشوفكم لأسبوع اليهاي من لحد ليل خميس من الساعة ثمان ليل 11 في برنامج صباح الخيري كويت مع السلامة لا أطوفكم